بلاد الرافدين أو أرض السواد لم تعد كذلك وما كان بالأمس وفيرا بالزراعة والمياه أضحى اليوم يشكو جفافا وتصحر فأزمات العراق تتشعب لتضرب كل مفاصل الحياة وجميع مؤسسات الدولة لا سيما التي تتربح منها الأحزاب وتدر على خزينتها الملايين قطاع الزراعة في العراق يعاني منذ عام 2003 إهمالا متعمدا من قبل الحكومات المتعاقبة من عكس سلبا على اقتصاد العراق وأمنه الغذائي الذي يعتمد أغلبه على واردات النفط فاللاحو محافظة واسطة يمثلون أموذجا يلخص حال المزارعين في العراق وهم بين كماشة الجفاف وتعمد تدمير المنتوج المحلي لتبقى البلاد رهينة المستورد عندما نتحدث هذا اليوم فإننا نتحدث عن معاناة ألف عائلة وهذه الألف عائلة كل عائلة ريفية مكونة من عشرة أشخاص يعني عندما نتكلم نتكلم عن أربعين ألف مواطن هذول الأربعين ألف مواطن يسكنون هذه المنطقة الجغرافية وخلنحش عن المنطقة الجغرافية عندما نتكلم عن الميتين ألف طن نتكلم عن قوت مليونين مواطن وفقط محافظة واسط فيها مليون مواطن يعني من هذه المنطقة أكو اكتفاء ذاتي من الحنطة من هذه المنطقة فقط ونشوف أكو مؤامرة على هذه القضية مؤامرة على الزراعة مؤامرة على الزراعة في العراق تهمة تلاحق الحكومة والأحزاب لا سيما أن الفلاحين يستغربون من قرارات السلطات المفاجئة بإغلاق مشاريع المياه التي تروي الأراضي في تلك المناطق لا يوجد بلدنا لا يوجد دولة إذا نريد أن نقول دولة نشذب على رواحنا الدولة معتمدة على الاستيراد ومعتمدة على البوق قطع المياه أدى إلى هجرة الفلاحين لمناطقهم ما يفاقم أزمة سكن وتصحر يوشك العراق أن يدخل فيها هذا فضلا عن التأخر بدفع مستحقات الفلاحين قطعة والماء من الحلال ومن العيال ومن الزراعة وأكثر من 150 ألف دونم هل سيبست بسبب سد المشروع شنه القاصدين الجماعة ما ندري شنه ذا نبنى نحن ناس فلاليح مزارعين أصحاب عقود أصحاب عوائل أصحاب حلال وقطوا سدهم من يمنى هس المشروع اليروي هاي الوادي وأكثرها هس هجرت وكاتلها العطيش وكاتلها الضيم من سبب تنافس السياسيين وتنافس الأحزاب حكومة الكاظمي كحال سابقاتها لم تولي معاناة الفلاحين أي اهتمام ما دفعهم للتظاهر والتلويح بتصعيد حراكهم ضد الإجراءات التي تهدد مصدر عيشهم الذي يمثل قوتا للعراق ككل والله ما أي واحد ما يناشدني إحنا نقوم وما يناشدون ولا يطلعون ولا كأنهم يشوفون لا إذن تسمع ولا عين ترى حال قطاع الزراعة في العراق لا يختلف كثيرا عن القطاعات الأخرى وكأنها خطة رسمت وتنفذ بحذافيرها هدفها الأول تدمير العراق بكل ما تحمله الكلمة ممانا